اهلا بكم مشاهدين قناة الصحة والجمال في حلقة جديدة من حلقات برنامجكم صالون الاميرة اسمحونا النهاردة هتبقى حلقة خاصة حلقة استثنائية وان شاء الله مستمرين معاكم في متابعة برنامج صالون الاميرة كل يوم خميس الساعة 6 باذن الله النهاردة حبيت اكون معكم حبيت ان انا اكد على الشعب المصري وتلحمه يوم في حب مصر فعلا وتحتها اشتاج فيها حاجة حلوة مصر فعلا فيها حاجة حلوة فيها شعبها الاصيل شعبها اللي مهما مرت عليه ازمات ومهما مرت عليه مصاعب ومهما شاف مشاكل من الدنيا بس عنده اصل عنده خير عارف الدين الاسلامي برحمته بان احنا لازم نساعد الاخرين وان احنا لازم يكون عندنا اماطة للازم الطريق اللي شفته في خلال اليومين بتوعسوء الاحوال الجوية وطبعا اكيد هنتكلم على مجهودات هيئة الارصاد وهنتكلم على تكاتف الدولة كلها بس انا النهاردة عايز اتكلم عن الشعب المصري عايز اتكلم عن انا وحضرتك واخويا واخوك اللي شفته فعلا امبارح واول امبارح احنا قدرنا نستخدم السوشيال ميديا كما ينبغي ان يكون قدرنا عن طريق واحنا عاديين في بيوتنا وملتزمين طبعا بقرار مجلس الوزراء بان احنا ناخد اجازة يوم الخميس والجمعة وطبعا انا بشكر القيادات ان هي اتخذت القرار السليم لان لو لا الاتغاز الحكيم بالاجازة اكيد طبعا كنا هنشوف مشاكل كتير لان الكوارث الطبيعية وسلبياتها وتأثيراتها بتمر على العالم كله ومش في مصر بس اكبر واعتد دول اللي عندها كل الاجراءات الاحترازية واجراءات الحماية لما تيجي ظاهرة طبيعية من ربنا سبحانه وتعالى بتعمل بتعمل تأثير وبتعمل خسائر بس الحمد لله قدر الله مشاء فاعل وهي نعمة من ربنا الرياح والمطر اللي نزل علينا غسل الجو وغسل الحياة بس كان ليه بعض القصار السلبية نتيجة لحاجات كتير نتيجة للبنية التحتية او نتيجة طبعا لسوق التعامل مع الارصاد سوق تعاملنا ذاته معروف معروف عننا ان احنا الجو بتاعنا جو جاف ما فيهش امطار كتير فمش وغدين زي ما نقول تدريب على التعامل مع الطقس السيء بالظروف ده بس اللي انا شفته فعلا يخليني اقول شابول الشعب المصري شابول الشعب المصري بكل طبقاته حلقتي النهاردة هتكون معاكو عبارة عن رزد وانا عارفة ان فيه برامج كتير تكلمت عن الشعب المصري والمواطن ومساعدته للاخرين بس انا هتكلم معاكو النهاردة بالصور هخلي المواطن هو النجم اللي على الشاشة هنشوفه نطلب من استاذ وليد المخرج انه يعرض لنا الصور اللي احنا قدرنا احنا والاعداد بتاع البرنامج ان احنا نقدر نجمحها عن طريق السوشيال ميديا ونشوف ازاي المعدن الاصيل للشعب المصري دي جروبات او دي ما بنقول ناس بتنشر على صفحاتها ان اي حد مخترب في الجيزة ومش عارف يروح يتفضل يكلمني ويجي بات في شقتي ورقم التليفون وشير في الخير ده فتح مطعمه فتح مطعمه لكل الناس اللي اتزنقوا في الطريق الناس طبعا بتشتغل الناس جايين من محافظات كتير القاهرة والجيزة مناطق جذبة للعمل لكل العاملين من مختلف المحافظات المصرية الناس اتزنقت الناس المطرة ما اضطرت عليهم وده اكل عيشهم وتحية ليهم ان هما نزلوا في الظروف دي وفي المطر وفي البهدلة ده عشان يجروا وراء اكل عيشهم ربنا يرزقهم فبنشوف ان ده شخص كتب على صفحته وعلى معظم الجروبات ان مطعمه مفتوح للي عايز يأكل ويشرب من غير ولا مليم جزاه الله كل خير اي حد في القاهرة يا جماعة مش لقي مكان يبات فيه بسبب الجو يقدر يجي يبات عندي منطقة جسر السويس وهنشوف معظم الجروبات اللي هي بتونشر ده بتساعد بعض الشبكة العنكوباتية احنا نقدر نستخدمها الاستخدام الامثل علشان نقدر نساعد الاخرين ده مروى بتقول اي حد عالق او مختلف في منطقة وسط البلد والسيدة وعبدين والتحريد يشرفني في مطعم واسم مطعمها احنا مش حابين نعمل دعاية ولا حابين نقول الناس دي بس يمكن الاعلام تكلم على شخص معين اللي هو شريف شريف له منه كل الاحترام والتأدير في اللي عمله انه هو قدر ينشر هنكمل السور دي نظرة لسوق الاحوال الجوية السور كلها وراء بعض هنطلب من المخرج انه هو يعرض لنا السور وراء بعض كلها بتأكد على ان سياق واحد للشعب المصري الشعب المصري قادر وموجود قادر يقول انا معاكم قادر يقول احنا بنحب بعض قادر يقول ان مصر شعبها في رباط ليوم الدين وزي ما احنا شايفين على الصور اللي موجودة من كل الاكاونتس الموجودة على الفيسبوك ازاي بيعملوا ايه وبينشروا ايه في حاجة مهمة جدا لاحظتها ويمكن بلاحظها في عمري كله ان الخير معدي يعني ايه الخير معدي فعل الخير معدي يعني انا الرحمة والانسانية لما تكون عندي وعايزة اساعد حد الشخص اللي قدامي ده حتى لو هو مش هيساعد لا بيقول انا مش احسن هو مش احسن مني انا كمان اقدم ده جزاهم الله كل خير اقالوني في وجبات وانا شفت ممثلين وشفت فنانين وشفت كتاب اعملوا وجبات ولفوها وغلفوها ونزلوا الشارع علشان يوزعوها على كل القيادات اللي كانت من اصغر الرتب لأكبر الرتب موجودة كل القيادات قدرت ان هي تنزل عشان تحتوي الازمة تحتوي سوء الظروف او سوء الاحوال الجوية فقد ايه احنا بنشوف من الصور اللي قدامنا الشعب المصري ومعدن القصير ده زي عايزين نتكلم عايزين نتكلم على شريف خيري شريف خيري الشاب اللي عنده عربية جب دفع رباعي شريف هو وشباب ما شاء الله كتير اللي عندهم نوعية العربيات دي ان هي تقدر تدفع العربيات او تقدر ان هي تنقذ عربيات كتيرة غير ادتو كانت فيه برق مياه غصبا عننا سوق الاحوال الجوية نزل هو والشباب وبدأنا ننشر على الجروبات ان اي حد عطلان في المكان الفلاني يتصل على رقم كذا شريف نتيجة لان هو انقذ لا يقل عن مية واثناشر عربية او اكتر علشان بس ما كونش غلط في العدد العربية بتاعته حصل في الموتور بتاعها كسر وباص والكسر بيتكلف مبلغ كبير اوي يكاد يكون تسعين الف جنيه او اكتر فنظرا لان احنا كن عملين نشاير وعملين نقول والاعلام كان واخد باله اصدر قرار من الهيئة العربية للتصنيع بتحمل تكاليف اصلاح عربية شريف خيش شفتوا ازاي بقى ان الخير معدي عايزين نتكلم كمان عن جهود قوات المسلحة القوات المسلحة المصرية اللي هي حسن امان للشعب المصري خارجيا وداخليا كمان بمساعدة جهاز الدخلية كل القطاعات في مصر وكل الوزرات وكل الناس بما فيهم والمواطنين نزلوا مبارح وتكتفوا وحطوا قديهم على ايد بعض علشان يقدروا يقدموا لنا اروع صورة واروع مثال للشعب المصري الشعب المصري اللي كان ملزم بكلام رئاسة الوزراء خد كل احتياطاته من بالليل عاملين حسابنا فتحية واجبة لهيئة الارصاد وتحية واجبة لرئاسة الوزراء اللي كان مبارح واول مبارح غرفة عمليات مستمرة غرفة عمليات مستمرة لحظة بلحظة مع كل المحافظين ومع كل قطاعات الدولة مصر هتمر بسلام بتكاتف شعبها لما بنشتغل صح بنبقى صح وبيطلع مظهرنا قدام العالم كله ان احنا فعلا مصر قدوم الدنيا بشعبها شعب مصر هو صروة مصر الحقيقية فيه كمان حاجة انا حابة ان انا اتكلم فيها معاكم حصلت من اسبوع انا بس هتكلم هو الموضوع ده حصل وتدعياته حصلت بس يمكن انا هتكلم علشان هربطه بنقطة فيها حاجة حلوة حادثة التنمر اللي كانت موجودة على الدائري للرجل الاسيوي وكلنا اضيقنا وكلنا بكينا وكلنا زعلنا وكلنا قلنا ما ينفعش المصر يعمل كده ده غريب وفي بلدك يعني ايه مصر ام الدنيا ان هي تحتوي الناس كلها المقطع انتشر على الفيسبوك وصار غضبنا جميعا جميعا زعلنا وجع قلوبنا حطنا نفسنا مكان شباب الخير شباب جميل من الشباب المصري الاصيل بيشتغلوا في السياحة دوروا على الشاب الاسيوي دوروا عليه وعرفوا هو نازل فين ورحولوا وقدموا له الاسف قدموا له نيابة عن الشعب المصري اللي انا كمان بقدم نيابة عن نفسي وبشكرهم على اللهم عملوا الاعتزار اعتزار عن اي فعل للتنمر من ابن باليدي فما بالك لو غريب فسيادة النائب العام المستشار حمادة الصاوي اصدر بيان البيان في منتهى الروعة في تفصيلته طبعا امر النائب العام بحبس اتنين اربعة ايام على زمة التحقيقات لاتهمهما بالقيام بعمل من شأنه التمييز بين الافراد بسبب الاصل وتجدير السلم العام تمام في جزء هنا في تفصيلة البيان انا شخصيا عجبني جدا وكانت وحدة الرصد والتحليل وكانت وحدة الرصد والتحليل بمكتب النائب العام قد رصدت عصر يوم السلساء الموافق عشر تلاتة انتشار مقطع مصور بمواقع التواصل الاجتماعي الفيسبوك لاجنبي يستقل سيارة بالطريق الدائلي حالة عرضه للسخرية من سائق السيارة ومصور المقطع بالدعاء باصابته بفيروس كورونا الامر الذي دعى سائق السيارة لاخراجه منها ليترجل معرضا حياته للخطر بذلك طب ينفع الكلام ده يعني حتى نفترض ان هو فعلا عنده كورونا نفترض ان كورونا حاليا انا انا حابة ان الحلقة تكون فيها حاجة حلوة بس زي ما فيها حاجة حلوة هي فيها حاجة حلوة برضو ان احنا هنقدر بإذن الله نحتوي عن طريق التوعية الفيروس عالمي العالم كله العالم في دول بتتقفل لكن احنا نحمد ربنا على الاعداد اللي عندنا فيه اجراءات احترازية اه فيه اجراءات احترازية الدولة بتقوم بيها هل وزارة الصحة ايمة على دورها ايمة على دورها باكمل وجه ها تحية مننا لوزارة الصحة وكل طاقم الاطباء وكل طاقم التمريض اللي هو ده بقى زي ما بيقولوا التاريخ هيكتب ده التاريخ هيكتب وقفتكو هيكتب وقفتكو ده كدكترة وكممرضين لان الصحة للانسان هي يعني مش هقول ان هي وظيفة صحيح ده ان انت بتحافظ على الانسان بس هي لا سميا فتحية مننا لكل اعضاء المستشفيات وهيئة التمريض لهم مننا كل التحية فحتواء المرض اكيد هينتشر زي ما انتشر احنا شايفين مبارح امريكا وبريطانيا ودول كتير قوي يقولوا كلام مصدم كلام مصدم وان شاء الله يكون لنا كلام كتير عن فيروس كورونا الحلقة الجاية انتظرونا معنا بعد كده حاجة انتشرت مهمة جدا قاعدوا بقا يقولوا ايه بقى اللجان بقى وايان كان بقى الاغراض والانتشار الاشعات وغيره يبين صور من العاصمة الادارية الجديدة وبيقولوا شوفوا العاصمة الادارية عشان معمولة للاغنية وعشان 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 ما تقصترتش طب ليه ما جبناش حي الاصمرات ليه ما جبناش حي الاصمرات نطلب من الاستاذ واليد انه يعرض لنا صور حي الاصمرات عشان نشوف ان البنية التحتية الجديدة للفقرة الناس الغلابة الناس اللي كانت في تلل عقارب وما عندهاش بيوت وعبارة عن اكشاك وحاجات بسيطة برضو صورة حي الاصمرات بتدل على ان البنية التحتية اللي تعمل بيها المشروع بنية قوية قدرت ان هي تستحمل نطلب من الاعداد يعرض لنا الصور بعد اسنكم ده صور حي الاصمرات اللي احنا شايفينه دلوقتي ان لم يتأثر لم يتأثر من البناء فيه صور معانا للارضية اهي ده حي الاصمرات اللي احنا بنتكلم عنه بنقول مش العاصمة الادارية بس هو اي مشروع بتعامل بضمير هيقدر يصده قدامك كل سوق الاحوال الجوال زي المناطق القديمة عندنا احنا شفنا الفرق ما بين التجمع الخامس المشروع الحديث الكمباوند للطبقة الراقية وكل الظروف جوية سيئة بيحصل نفس الكلام كل مرة بيحصل نفس الكلام وشفنا اكتوبر وشفنا زايد وشفنا الطريق عندنا حتى غيره فاحنا شايفين ان البنية التحتية لمكان زي حي الاصمرات استوعبت واستحملت الامطار بشدتها شايفينها هي ولا كان فيه اي تأثير السور دي مبارح على فكرة مش النهاردة كمان بعد الحالة ما نشف تور والجو بقى كويس الحمد لله وزي ما تكلمنا وزي ما هنتكلم وتكلمنا وفي كل حلقاتنا هنحاول ان احنا نعرض الايجابيات وكنت تعرضت قبل كده في الحلقة الماضية عند سلبيات زي ما قلنا ان المسؤول لما يعمل حاجة قوية جدا نقدر ان احنا نشجعه عليها ونقدر ان نقوله برافو ونقدر ان نقوله احنا شايفين حضرتك يا فندم وبننشر الايجابيات بس زي ما فيه ايجابيات فيه برضو سلبيات شفنا صور توجع القلب حصلت حالات وفاة حالتين لأخين يمكن زي اللي وجعت قلوبنا جميعا لان كان لست في بداية المطر ما كانش لست الناس مصدقة جدا ان الدنيا هتقلب قوي كده زي ما قلنا ان الناس فعلا بجد التزمت بقرار الرئاسة الوزراء او قعدت في البيت بس فيه ناس نزلت وجريت على اكل عيشهم فالشابين دول كانوا موجودين في عربية والعربية دي كانت على الدقاري والعربية عطلت بيهم فنزلت علشان خاطر يشوف يزق العربية او يعمل حاجة فالاخين توفاهم الله رحمة الله عليهم بنقدم التعازي لأسارهم وبنقدم التعازي للشعب المصري وفيه اكتر من حالة وفاة كمان بس انا بتكلم على دي حالة دي لانها انتشرت قوي وخصوصا الجزء ده في الدائري جزء مميت وجزء صعب وجزء سيء جدا وزي ما شفنا على الدائري ومشاكل حالات الوفاة سواء كانت من القهربة او من غيره شفنا برضو تأثيرات للجو السيء على المحور وشفنا صور لتكسير في المحور يعني كاننا بننبه كنا عمالين ننشر والننبه هنا والننبه هنا ان الطريق اخدوا بالكو اللي طال المحور ياخد يمين ما ياخدش شمال عشان الطريق واقف كل اللي انا بس بطلبه كل اللي انا بطلبه في حلقتي النهاردة زي ما انا قلت ان فيها حاجة حلوة فيها شعبها الجميل فيها شعبها المحب للخير مصر خدوها مني جملة مصر يا ما شافت يا ما شافت وجيها على رأسها طبول بس برضو بتقوم عشان ايه عشان هي أرض الأصول عشان هي أهلها في رباطل يوم الدين كلنا نعدي الأزمة مع بعض ايا كانت الأزمة نتكاتف نتكاتف مع الدولة ونتكاتف مع القيادات نعرف يعني ايه مصر ونحبها بقلوبنا من قلوبنا بجد ونوقف حالة انتشار الإشعاعات الإشعاعات اللي ممكن تدمر اي دولة الإشعاعات اللي سلاح من أدوات الأدوات العميلة أنا شايفة ان السلاح الإشعاع ده أقوى من سلاح أقوى من فيروس الكورونا نفسه كانت حلقتي النهاردة معكم ان انا طلعوا بقول رسالة حب في شعب مصر بحبكم وبحب طبعكم وبحب إخلاصكم وبحب خوفكم على بعض وبحب الخير اللي بتعدوه لبعض هسيبكم مع تقرير كده بإنها هتكون حلقتنا انتهت النهاردة هسيبكم مع تقرير لمصمم الأزياء محمد شاه بندر مصمم العباية اللي ان شاء الله بالتصميماته هيوصل للعالمية عنده دفلي دفلي محمد شاه بندر يوم 15-3 غدا بإذن الله في فندق طيلي بنرجس التجمع الخامس هنشوف التقرير هسيبكم مع التقرير بس قبل ما نشوف التقرير أحب أشكركم أحب أشكر الشعب المصر أحب أشكر أستاذ وليد أشكر زميلي في الكنترول أشكركم مشاهدين الكرام على حسن مشاهدتكم ويا رب تكون حلقة النهاردة عجبتكم انتظروني الخميس الجاي في حلقة جديدة من حلقات برنامج صالون الأميرة تحياتي أميرة يحيى إلى اللقاء المجال دوت أنا في البداية كنت شغال سوريه وشغال كجول وكده فالمنطقة اللي أنا كنت اتنشأتي فيها الشرقية كنا أكتر حاجة بنميل لها في الوقت دوت لبس العبائي العبائي ده كان في بداية سنة ألفين كده خلاص احنا خدنا بقى الاتجاه وخدنا اللاين العبائي الصامرة العبائي اللي هي فيها ملس العبائي الحرير العبائي الكريب بدأنا نطور واحدة واحدة انزلنا القاهرة عملنا مكاتب جملة بدأنا نوزع عن الروح دول الخليج بعد دول الخليج رحنا أوروبا الحمد لله فإحنا شغالين على فكرة تطوير المنتج نفسي رقم واحد عندهم في لبسهم العبائي فالنهاردة البنت عايزة تلبس حاجة شيك حاجة أنيقة وعصرية فبرضو العبائي النهاردة احنا بنلعب على حتة ممكن تلبسها على ليجين ممكن تلبسها على بانطالون ممكن كل العبائي تبدأ شيفون ممكن تبقى العبائي حرير ممكن تبقى العبائي كتن ممكن تبقى ملحافة واسعة ومفتوحة حاجات كتير بتخلي البنت شكلها جميل ولزيز ولطيف اللي هي رايحة كلية تلبسها وعملين حاجات الناس الموظفين اللي ممنوع يروحوا بشغل اسمر الوظيفة لا احنا مدخلين العباية على بنطلون ليجين حاجات جديدة افكار جديدة ان شاء الله هتشوفوها معنا يوم 15 مارس كلها افكار جديدة وحاجات جديدة حاجات عصرية حاجات مش هتقلل من لبسك حاجات هتزود لا انا عايزة ألبس الحاجة دي انا عايزة ألبس الحاجة دي واكون بيها في المكان الفولاني انا هروح بيها شغلي دي الحتة اللي احنا بملعب عليها في شغلنا نحن بلنا ايه ان شاء الله اوقيت محوطك ان انت بإذن الله هتوصل مش هقولك انا بتمنى العالمية انا بتمنى حب الناس اول حاجة بقى حب ان بلدنا تكون في خير وفي امان وسلام بتمنى ان بلدنا تكون في الاقتصاد بتاعها رقم واحد بتمنى ان احنا نبني في بلدنا اكتر ويدوم الرئيس فورا ويدوم الرئيس عبد الفتاح السيسي طبعا حاجة هو شغال اقتصاد وشغال بسم الله ما شاء الله طرق وكباري و احنا بنسترد احنا بنستريح النهاردة عن سنتين انت في الاقتصاد انا مش اقدر اتكلم فيه لان انا مش ضليق فيه بس الحمد لله احنا كنا بنستورد بكامو والدنيا بتنزل حدودك تبعا حدودك تحس بالنسبة للمواد اللي بتستوردها وان انت استلمها اكيد حسيت يا فندوق اه طبعا في الفترة دي بيبقى في احساس ان الحاجات سعرها بيستريح بس في حاجات بيبقى اكبار علينا السعر بتاعها زي الفيروس بتاع كورونا اللي هو اه اه دوت السوق كله عنده تخوف ان مثلا منطقة زي الصين منطقة زي كوريا منطقة زي اندونيسيا بيخافوا ان السوق لا بيخافوا ان السوق يقفل فالسوق لما يقفل الخامات هتزيد وحضرتك برضو فيه اكيد فيه خامات بتستوردها طبعا من الصين ومن اندونيسيا ولا لا الخامات بتيجي يتعتبر كوريا واندونيسيا ده رقم واحد الصين دوت بعد كده لما الحاجة بتيجي بقى بتتقرب وتتضرب فبتيجي من الصين برضو بتكون الكوالة تتاحها كويس وسعرها حني برضو خامات في مصر ممكن نعملها بديلة ولا لسه ما وصلنا مصانع بتجيب الخامات وبتعمل عندنا ناس كويسين عندهم فكرة بيعملوا تطرزات على قماش بيعملوا مدابغ عندهم افكار في الدباغة بانطلع درجة البلاك بتاع اله احنا اهم حاجة في العبادة الصمرة انت لما بتروح تشريح حاجة صمرة بتشوف لازمت بس مور بتاعها بارك ويلونه مويل فاحنا عندنا الحمد لله برضو في مصانع النسبة البلاك بتاعها زبط بس برضو بيبقى السعر عشان بيستورد الخامات مبدئيا فبيبقى السعر اعلى شوية بس بيكون كويس يا كل سيدة طبعا عشان تحافظ على العدائي بتاعتها بكل رونكة وكده بتعتمد على تريد غسلها ليها ولا مشورت ولا بتعتمد على القماشة نفسها ليها متزنعة السؤال دوت والسؤال دوت انا بجاوب من زمان قوي من عشرين سنة انا بقول لواحدة اي واحدة ست عايزة تحافظ تحافظ على العباية العباية زي ما هي تزهق منها والعباية لسه سليمة العباية هتتغسل تتشطف بمية عادية مية عادية وما تتأثرش بنقارن نفسنا بالمصانع التانية بالكوالة او بالجودة لان احنا بنعمل منتج لنفسينا مختلف منتج لنفسينا منتج مختلف فانت مش هتقدر اتقارني المنتج بتاعنا بالمنتج بتاع اي مصنع تاني لان احنا ده شغلنا زي ما المصنع التاني شغله فده الشغل بتاعنا احنا ده المنتج والكوالات بتاعنا احنا فانت مش هتقدر اتقارني المنتج بتاعنا بأي منتج تاني احنا مش مقلدين احنا عاملين حاجات حصرية